مطيئة طبية غيرت حياة سوفي نحن خمس سنين لقدر الله عطانا سوفي عطانا إياها كاملة ناخد حق سوفي ولا شي بدني بردلي حق سوفي لجنة الاتصالات كشفت الجريمة وتنتظر المحاسبة في ملاحقات قضائية رح تتم بحق أشخاص متأخرة وصلت الهيئة العليا للإغاثة إلى موقع الانفجار بحر لبنان من الأوثخ بيروت امتدادا إلى المرفأ، تبرجة، نهر إبراهيم إلى الأنظف هو ممتاز بمناطق يلي تمتد من النقرة حتى سور صباح الخير الجريمة كشفت وبقية المحاسبة خلاصة ما توصلت إليه لجنة الاتصالات النيابية لكن لا جريمة بلا عقاب خصوصا أن عناصر الجرم اكتملت في ملف انترنت غير شرعي علق على شبكات ممتدة من رؤوس الجبال إلى مكاسر الموج وما بينهما نسجت ألياف للتجسس من العيار الإسرائيلي في الجلسة، تقرير لفرع المعلومات أكد المؤكد في تقرير الجيش وتقرير آخر عن خرق العدو الإسرائيلي لبنية هوائياتنا لكنه بقي قيد الحضر إما إخفاء لمعلومات وإما حماية لأشخاص الاعتراف بالجريمة بات تحصيلا حاصلا وتبقى الحصيلة في الكشف عن هوية المتورطي كي لا يبقوا مكتومي التهمة في الجلسة التي حشدت إلى النواب وزراء وأمنيين شاركوا فيها للمرة الأولى قضاة استمعوا ووضعوا بعض ما قيل في خانة الإخبار وخلية فضيحة الاتصالات ضربت موعدا خريفيا لإصدار الحكم المبرم وفتحت باب العدل صيفا لتسجيل مضابط الاتهام والتحقيق مع مشتبه في تورطهم أضيف إلى القائمة مجهولة الإقامة بعد رفع السرية الجمهورية عنهم وإلى أن يقضي القضاء بحكم الاتصالات تلاوة لا لسقا قطع حزب الكتائب سلة الوصل بالحكومة رمى وزيراه حقيبتي الاقتصاد والعمل في السراية وعداء الصيف استقالة الوزيرين خطوة جريئة كانت أبعد من قرار حزبي وأقرب إلى ورقة نعوة لحكومة مشلولة تحولت رمزا لهريان ما تبقى من دولة بحسب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وباعتراف رئيس الحكومة ذات مؤتمر صحفي عض فيه على جرح الفساد وغض الطرف عن الوزراء الفاسدين ولم يتجرأ يوم وصلت النفايات إلى مشارف السراية أن يسمي النفايات السياسية بأسمائها في المواقف من الاستقالة وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقنبلة الصوتية في حال استمرار الوزيرين في تصريف أعمالهما أما في تبعات الاستقالة فلكي تصرف على أرض الواقع يجب أن تقترن الانتفاضة الكتائبية بثورة حقيقية في الشارع وأن تلتحم الخطوة بالحراك المدني وكل معد ذلك من بيانات ومواقف لا يحفر على صخر ولا تحمله ريح تغيير وإذا كانت الاستقالة قد وصفت بقنبلة صوتية فهي جاءت بعد قنبلة أمنية هزت راحة بال المصارف ولم تهز من يتعرض لعقوباتها والاستنكار كان من شأنه أن يصلح ذات البين الذي بدأت مساعيه منذ شهر بلعب اللواء عباس إبراهيم دور الوسيط بين الحمرة وحارة حريك وبوادر الحل كانت انطلقت منذ شهر مع استمهال مصرف لبنان 30 يوما لدراسة كل ملف على حدة من ملفات العقوبات المالية على حزب الله قبل أعطاء الجواب الحاسم للأمريكيين ومن يدري قد تحمل ذكرى الشهيد مصطفى بدردين الأربعين الموقف اليقين سوفي ابنة الشهر وذاته الألف وأربعمائة جرام أصيبت بعطل دائم في حواسها وشلل كلي بعد إصرار طبيب على إجراء عملية لها كان من الممكن تأجيلها وقاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلف الحسن كلفت طبيبا شرعيا الحصول على نسخة عن الملف الطبي للطفلة بعد رفض إدارة المستشفى تسليمه لذويها طفلة انتظارها خمس سنوات أبصرت النور وأشعلت في قلب والدها إحساس الأبوة ولكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة إلى غصة نحن خمس سنين لا أقدر الله أعطانا صوفي أعطانا إياها كاملة نأخذ حق صوفي ولا شيء بدني بردلي حق صوفي يعني كنت مفكر بفترة من المراحل أنه بنت بتعرفني بوقت غنجة نلعبها كل الوقت هيك مع الوقت تبينت أنه سوفي المولودة في الشهر السادس أجريت لها عملية استقصال ورم غير خبيث بعد ثلاثة أسابيع من ولادتها ما أدى إلى هبوط في الضغط وتوقف عمل الكلة وبعد أشهر من اللانمو تبين أن ضررا جسيما أصاب دماغها نتج عنه عطل دائم في حواسها وشلل كلي الأمراي طبع راسها كثير كثير الأزاء قوي كثير يعني بطريقة كله السست ما في محلها ينمى لدماغ كله بنتيجة أشطط الضغط وتأخرت المستشفى ليعطوها دم وكان رجعنا اكتشفنا هلأ من بعد ما راجعت الفحوصات طبعا سوفي أنه فوتوها على العملية وعندها فقر دم مع أنيميا سوفي وقت يكون عندها أنيميا ما بتفوتها عمليات حرمت سوفي من طفولتها وحرم والدها من تفاعلاتها أما أرجوحتها فوحيدة بانتظار رفيقتها لتجالسها وتنثر ضحكاتها في أجواء المنزل وبعد سنة وشهر من الطفولة المسلوبة كل ما يطلبه الوالدان الحصول على نسخة من الملف الطبي لعرضه على طبيب خارج لبنان وحتى هذا الطلب رفضته إدارة المستشفى تقدمنا بطلب لحضرة قاضي أمور مستعجدي ببيروت الرئيسي زافة الحسن بموجب أمر عارضة وأخذت لنا أرار ألزمت فيه المستشفى بتسليمنا نسخة على الملف الطبي وختم هذا الملف بالشم الأحمر ومهره وتدوين عليه عبارة كي لا يبدل وكلف الطبيب شرعي الانتقال إلى المستشفى لتنفيذ هذه المهمة وزير الصحة وائل أبو فعور دعا والدي سوفي إلى تقديم شكوا أمام لجنة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة بدعي الأهالي أهل الطفلة يقدموا شكوا لوزارة الصحة لجنة الأخطاء الطبية لجنة الأخطاء الطبية بدرس الملف وبترفع تقريره بناء على التقرير نتحرك إذا في حكم قضائي صدر في إيداني كمان نتصرف على الأساس لا تخافي سوفي مدام والدك متشبثا بيديك وما دمت في أحضان أم انتظرتك خمسة أعوام لتحملك بين ذراعيها رواند أبو خزام قناة الجديد وزير المال أعطى الإذن بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الإنترنت متخدا سفة للدعاء الشخصي على كل من يظهره التحقيق متورطا في ملف الاتصالات غير الشرعي كشفت الجريمة وبقيت المحاسبة بهذا العنوان لخصت لجنة الاتصالات النيابية مسار جلساتها المتعلقة بالإنترنت غير الشرعي وللمرة الأولى منذ فتح هذا الملف حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس وقاضي التحقيق في جبال لبنان القاضي رامي عبدالله وخلال الجلسة اعتبر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مداخلة النائبين ألعون ومعين المرعب بمثابة إخبار وعليه قررت اللجنة رفع السرية عن مداخلتهما عون أشار في مداخلته إلى مسؤولية بعض المؤسسات والوزارات التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه متسائلا إن كان هناك من تضييق على الأسواق من قبل أوجيرو لحساب الشركات الخاصة وقال إن وزارة الدفاع استعانت بهذه الشركات بعد رفض أوجيرو تلبية حاجات الوزارة إلى أن خرجت فضيحة الإنترنت إلى العلن وهنا سئل ممثل قيادة الجيش إن كانت الوزارة حاولت التواصل مع أوجيرو فقال دقينا بابهم أكثر من مرة وبقوة كما وجهت أسئلة إلى لواء بصبوس عن الأسباب التي حالت دون السماح للقضاء باستجواب عناصر الجامارك وبعض ضباط قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن المناطق التي وضعت فيها أعمدة الإنترنت وهنا تدخل القاضي سقر سقر مشيرا إلى أن التقرير الذي صدر عن شعبة المعلومات مطابق لمثيله الصادر عن مدرية استخبارات الجيش إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن هذا التقرير قد لا يكون شمل كل جوانب القضية القضاء المعني الأول بهذه القضية أكد أنه يتعاطى مع المسألة من منظر قضائي لا سياسي إلا أن بعض المشاركين خرجوا بصورة سلبية ولازلنا في نفس الدوامة وأخشى أننا سنصل إلى يوم سنضطر واللبنانيين إلى الاعتذار من ناهبي للإنترنت غير الشرعي مصار التحقيق بعد إدن ما رح يوصل كثير لعمق القضي يتولى القضاء المشرفين على هذه الدعوات متابعة عملهم بالعطل القضائي فلا يتوقف التحقيق فيها أنا بقدر أكد لك لفلة في ملحي تصير ونحن كوزار الدفاع موجودين لحتى نعازر المؤذرة لجميع لحتى نوصل لنتيجة نهائية وإفتاحا في المجال أمام القضاء لدراسة ومتابعة القضية قرارات اللجنة أعقد اجتماعها المقبل منتصف التموز بعد حلول عيد الفطر نتمنى حسم المسار النهائي لهذه القضية قبل تشرين أول بتشرين أول ممكن أن تدعى الهيئة العامة وهذه سلاحية رئيس المجلس إلى جلسة مخصصة لهذا الملف لتشكيل لجنة تحقيق قضائية برلمانية لها صلاحيات كاملة وكانت مصادر قضائية قد أشارت للجديد أن سبب التأخر في بات بعض المسائل يعود إلى المسوغات القانونية في الأحكام الجزائية التي تسمح للمتهمين بتقديم دفوع شكلية ومن ثم الاستئناف والتمييز مؤكدة أن القضية ستصل إلى خواتيمها المطلوبة باسل العريضي قناة الجديد مع استقالة وزيري الكتائب وقبلهما وزير العدل أصبحت الحكومة مؤلفة من 21 عضوا فاعلا وثلاثة وزراء يصرفون الأعمال فمتى تصبح الحكومة بحكم المستقيل وما مدى دستورية عملها يقول الدستور واتفاق الطائف أن النصاب القانونية لنعقاد مجلس الوزراء هو أكثرية ثلثي أعضائه البالغ عددهم 24 عضوا ويتخذ المجلس قراراته توافقيا إلا في المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء ومنها حال الطوارئ وإلغاؤها الحرب والسلم التعبئة العامة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والموازنة العامة للدولة حل مجلس النواب وقوانين الانتخاب والجنسية والأحوال الشخصية وإيقالة الوزراء ولكن متى يعد مجلس الوزراء مستقيلا تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتفية إذا استقال رئيسها اثنين إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلة يعني إذا 24 ثلث 8 يعني إذا استقال 9 وزراء تعتبر مستقيلة عندها بدأ ولاية رئيس الجمهورية بس ينتخب رئيس الجمهورية تعتبر مستقيلة حكما عندها بدأ ولاية مجلس نواب صار انتخابات وأول ما بيبلش وعندها نزع السقة بها من مجلس النيابي ويبدو أنه على خط ريفي سيسير حكيم وقزي وجهة نظر بتقول إذا استقال وزير ولم تقبل استقالته بإذن بعضهم كف وجهة نظر تانية وأنا منها الرأي من رأيي التانية أنه استقالة الوزير هو قرار شخصي ماذا بيقدرين منع وزيري استقيل والمرسوم بقول استقالة رأيي أنا له مفعول أعلاني وليس إنشائي يعني بمجرد ما استقال وزير الاستقال نفسي حتى لا يبقى رأس الهارم فارغا وحكومته عرجاء ومجلس نوابه مشلولا يبقى الحل في رأي قردباوي الإسراء في انتخاب رئيس للجمهورية ينهي هذه التشوهات البنيوية ألين حلاق قناة الجديد استقالة وزيري الكتائب ستظل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم حيث ستكون الحكومة أمام ملفات شائكة وفي مقدمها الأزمة بين القطاع المصرفي وحزب الله قالت مصادر وزارية للنهار إنه من غير الممكن أن يقفز مجلس الوزراء فوقها في ظل الاستهداف الذي طاول بانك لبنان والمهجر وما أثاره من تداعيات كما أن ملف جهاز أمن الدولة عاد ليفرض نفسه بقوة في ظل اقتراب بات وضع نائب المدير العام للجهاز العميد الطفيلي الذي يحال قانونا على التقاعد في السادس والعشرين من الجاري أما الملف الساخن الآخر الذي سيواجهه مجلس الوزراء فيتمثل في مسألة هيئة أوجيرو المدرجة في جدول الأعمال في ظل ملف الإنترنت غير الشرعي الذي برزت عنه أمس معطيات إضافية بعد ثلاثة أيام على انفجار فردان بدأت الهيئة العليا للإغاثة بعملية المسح للتعويض على المتضررين من حسن حظ المر أو العاملين في المنطقة ألا شهداء في انفجار فردان غير أن من تضررت أملاكهم أو سياراتهم فيكادون يتمنون لو أن الانفجار كان أضخم لربما عندها يحضر رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بعد دقائق من الانفجار بطلب من رئيس الحكومة تمام سلام إنما أن تمسح الهيئة الأضرار بعد ثلاثة أيام وبعد ضغط إعلامي وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي فذلك يوحي باستهتار المعنيين متوسمين خيرا بأن يطبق بانك لبنان والمهجر شعاره ويؤمن هو راحة بال المتضررين بعدك تعرفها لسيارتك لا لا بدنا نعرفها هيدا هيكل سيارة هيدا سيارة اليوم اتصل فيي من الجيش سألني بس أدي السعر بس ما عرفت أديش حيخمنها يعني شو هتعمل أنت في الوقت أنا هلأ رايح يسأجر سيارة من هون لا أعرف شو بدي أعمل مين حيتفعلك هون أنا وأنا بدي أشيل السيارة على حسابها أنا البنيات كلها هون أزيازة كله والألمينو كمان وبناني جوا مع سياراته كمان تكسر الأزياز كمان طولهم وفيه كمان خدوشات بالسيارة بس أكتر من هك ما فيه مين إدى إجا حكاكونا؟ إجا إجا إجاش لبناني ما بعرفين من هيئة مسح الأضرار أولي ليجو والهيئة العلاء إغاثة؟ ما بعرف ما أجي لحل تلق لهم الأضرار كان شمعتك ألمينيوم زجاج أبواب الحديد قاعة المطالعة قاعة المسرح وفي المستعارة كلها يتأجمالا فيه درر شامل تقريبا مين يلي كشف؟ مين يلي تلقى؟ على إجتل الجهات الأمنية من قوة أمن معلومات وجيش خلال جولتنا حضر اللواء خير إلى موقع التفجير مفضلا عدم التحدث أمام الكاميرا هذه كانت كلها زيز كلها يعني كله أشاط بالأحوط كيف هتقدر هلأ أنتوا تصلحوا لحالفون؟ ناطرينهم ناطرين تقريرهم يعني أدى حيعودوا نجمال إدنه يعني مثل ما بيقول المتال وقيمتال وقيمتال صح المصرف من ناحيته منهمك بعمليات الترميم فراحة بال زبائنه جميع زبائنه من راحة باله رشال كرم قناة الجديد أعرب الرئيس نبيه بري عن خشيته من استعادة سيناريو 2005 بعد انفجار فردان مضحا في حديث للأخبار أنه لم تنقض دقائق على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى توجهت أصابع الاتهام إلى سوريا أولا ثم في مرحلة لاحقة إلى حزب الله بعد التأكد من أنها ليست وراء الاغتيال فلم يعد يؤتى على ذكرها في هذا الاغتيال وتابع بري عندما وقع انفجار فردان توقعت للفور اتهام حزب الله الذي لم يرد وهذا موقف يقرره هو مشددا على ضرورة التمهل وانتظار التحقيقات الأمنية والقضائية قبل أن يحكم أحد وترك المعالجة في عهدة حاكمية مصر في لبنان ولنا من الأسيقة بها وقال بري هناك مصارف لبنانية أخطأت بعضها أخطأ منذ ما قبل صدور قانون العقوبات الأمريكية وبالنسبة لي أنا مع تطبيق قوانين للبنانية والإجراءات التي يحددها مصر في لبنان وهذا ما قلته لمساعد وزير الخزانة الأمريكي عندما زارني حافظ الأسرار لفظ ما في قلبه تلوث بكتيري كيميائي ونفايات بحر لبنان ما عاد موطنا للحياة البحرية وملجأا للهاربين من حر أزمات البلاد كأنه لم يكن يكفي اللبنانيين المعامل والمجارير فأتت أزمة النفايات لتضيفة على مياه لبنان المزيدة من الأمراض مجلس البحوث أجرى دراسة على مدى تلوث المياه على طول الشواطئ اللبنانية فأتت بنتائج تكاد تكون كارثية في بعض المناطق تلوث الناتج عن اللي موجود قرب المرافق والمدن الكبرى يلي هو المشتقات النفطية أكتر شي اللي بتلوث وفيه التلوث الصناعي بالمعادن الثقيلة يلي بتنتج عن نشاط بعض المصانع يلي موجودة على الشاطئ فينا نقول أنه كل المدن الكبرى على الشاطئ نسبة التلوث فيها عالية تلوث البكتيريا اللي ناتج أساساً عن أنه المجرير والمياه الآسنة عم بتصب البحر هلأ هاي دي بتلوث انعكاساتها الصحية كتير خطيرة مناطق سليمة وعندها مواصفات متقدمة بنوعية مياه البحر من النقورة حتى صور وخاصة بمحيط المحمية البحرية بصور بجبال، بأنفي، بالدمور، بجوني المنطقة اللي تحت الكازينو، منطقة الفيدار، البترون، بشكة، شكة والهري أما المناطق اللي فيها تلوث بنعتبره خطر كتير كبير منطقة الرمل البيضة ببيروت، منطقة المنارة، أنطلياس، الترابلوس لا يقف الأمر هنا فأزمة النفايات القديمة الجديدة أضافت إلى تلوث المياه اللبنانية كلما لم تستطع الدولة حصره في مكباتها المستحدثة نقول أن وضع لبنان تحت الماء هو شبه كارثي لأنه عم نشوف من بعد أزمة النفايات عم بلشنا نشوف التغيرات يعني عم نشوف زيادة في مستوى النفايات البلاستيكية والعضوية الألوان اللي نحن عم نشوفها تقريبا من الأسود وصولا للأزرق هي الاختلاف بطريقة الاندماج الصرف الصحي مع مية البحر وتبقى النصيحة هي الحفاظ على ما تبقى من شواطئ علها تكون بر أمان في بلد استحال أزرقه أسود قاتما في حرج بيروت توقفت أعمال الإنشاءات موقتا في المستشفى الميداني المصري بعد رفض المجتمع المدني له ليست المرة الأولى التي تمتد يد الإسمنت على أرض حرج بيروت غير المخصصة للبناء حيث هناك استثناءات عدة وقعت للبناء في هذا العقار ومنها القرار رقم 170 الصادر عن مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد في 23-03-2016 والذي وافق على تخصيص ألفين متر مربع من العقار رقم 1925 المزرعة لإقامة المستشفى الميداني المصري عليه وهذا التخصيص لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار يعتبره مشحفا كل المدافعين عن المساحات الخضراء المتبقية مثل ما شايفين هذا البطون هو مخالف للقانون لأنه هذه منطقة ممنوعة نعمر عليها فكيف نخالف ونعمر عليها؟ هذا أولاً ثانياً إذا أخذت موفاة وهذه ما لازم تصير ما لازم نفكر فيها حتى بدها تكون في دراسة أسربيئة بها ثلاثة شهر وبها السرعة يعني لا لحقنا نعمل دراسة أسربيئة ولا غيره فكيف قدرنا نبنى هذه العوامين؟ والخريطة المرفقة بالقرار البلدي تحدد مسافة المستشفى بالأحرف ألف باء جيم ودال ولكن حتى هذه المساحة لم تخصص لبناء المستشفى بل بدأ تشييده في مكان آخر حتى تنفيذ مكان تنفيذ المشروع هو غير القرار اللي أخذته بلديد بيروت كاميرا الجديد قصدت مكان بناء المستشفى في وقت تفيد المعلومات أن أعمال الإنشاءات توقفت موقتا بعد بدء عملية التنفيذ بسرعة أحد العاملين في المشروع يؤكد أن المسؤول عن إنشاء المستشفى هو جهاد العرب وطارق العرب الذي نفى الموضوع محافظ بيروت زياد شبيب أكد للجديد أن اختيار موقع المستشفى الميداني جرى بناء على محاذاته لأحياء شعبية من دون أن يكون في داخلها لأسباب أمنية مشيرا إلى أن الملف اليوم أمام ديواني المحاسبة فكرة التي كنت متطلع عليها ومتابعة هي أنه قامت إنشاءات مؤقتة عبارة عن هنغار حديد توضع في تجهيزات المستشفى الميداني لأنه بطبيعته مستشفى ميداني وتبين لاحقا أن المجلس البلدي السابق قرر تلزيم إنشاءات يمكن أن تكون حديد فقط لا أعرف الحقيقة اليوم الملف قدام ديواني المحاسبة للموافقة على الالتزام كرقابة مسبقة ضمن صلاحية الدوان في الرقابة المسبقة على عقد النفقة فالأمور بعدها على البر أنا مع حماية وزيادة المسيحات العامة والمسيحات الخضرة ببيرو بكل لبنان بس هذا يعني عم نحكي عن مستشفى مش عن ملها ليلة يعني ما بده كتير يعني تصور الأمور على أنه ارتكاب لمعصي وفي خلال اعتصام شباب من حركة الشعب أمام حرج بيروت في قسقص رفضا لاستبدال المتنفس الأخضر الوحيد المتبقي بمستشفى حصل اعتداء عليهم من قبل أبناء المنطقة الذين رفضوا اعتراض الحملة معلمين تأييدهم إقامة المستشفى المصري في المنطقة أحييكم من جديد في الأشرفي اندلع مساء أمس حريق في مدخل مبنى سكني في شارع السيدة وحضرت إلى المكان سيارات أطفاء تابعة للدفاع المدني وعملت على إخماده ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجابرة وأفدت البكالة الوطنية بأن الحريق ناجم عن اشتعال كمية من الكرتون كان يجمعها مسن عند مدخل البناء الرئيس بري يعلق في لقاء الأربعاء على استقالة وزيري الكتائب ردا على انسحاب وزير الكتائب من الحكومة أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء إلى أن هذا الانسحاب يعتبر مجرد قنبلة صوتية في حال استمر في تصريف أعمالهما وفي شأن قضية الانترنت غير الشرعي أكد أن هذه القضية لن تموت مشيرا إلى أنه على القضاء أن يستكمل عمله لتأخذ الأمور مجرها هذا والتقى الرئيس بري وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أشار بعد اللقاء إلى المعابر غير الشرعية التي تقضي على المزارع اللبناني هناك أكثر من خمسين معبر بالهرمل هناك أكثر غير شرعي وهناك أكثر من معبر لا أعلم العدد بمنطقة عكار معظم الانتاج الزراعي الذي يدخل كما قلت أعود وأكرر يدخل بغطاء شرعي أو رسمي سوري وهذا سيؤثر وأثر كثيرا على انتاجنا الزراعي كما أكد شهيب أن لا رجوع عن قرار وقف استيراد الانتاج الزراعي والحيواني من سوريا إلى لبنان انتخابات القومي لاعبها الأكبر الحرب السورية والشباب لم تكن انتخابات المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي كأي من الانتخابات السابقة فالحرب السورية أرخد بظلالها على أكثر من ثمانمائة أمين يحق لهم الاقتراع هذه الانتخابات التي ينتج عنها مجلس أعلى ينتخب بدوره رئيسا للحزب كان حصانها الأسود الشباب وهم الأكثر تأثرا بدماء رفاقهم الشهداء وقد اقترع جزء منهم في الجولة الأولى أسماء شهداء لتذكير الموجودين بأن هذه الدماء هي الأهم الأزمة السورية أو العدوان على سوريا كان موجودا وموجودا وبكثرة وتم مناقشة الكثير الكثير من مجريات الأحداث والعدوان على سوريا وكيفية تأطير جهود أكثر للحزب وطيار الحزب وأصدقاء الحزب في مواجهة هذا الأرهاب اشتركوا الشباب اشتركوا بس كمان إلى جانب شراكة الشباب ونحن نتطلع إلى انخراط الجيل الجديد في مؤسسات العليا في الحزب لأن هذه المؤسسات العليا لازم تكون فيها بين المخضرمين وبين الجيل الجديد رئيس الحزب المنتهي ولايتها أسعد حردان نفى ما يتم تداوله عن تعديل في دستور الحزب من أجل التمديد له بعد أن أنهى ولايته الثانية ما كان هذا الأمر في سعي لهذا الأمر ولا أنا طرحت هذا الأمر وأنا رفضت هذا الأمر لكن بالآخر في احترام المؤسسات خلي المؤسسات هي تدرس وهي بتتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الحزب مع احترامنا جميعا للديمقراطية في الحزب وتداول السلطة في الحزب أما الوحدة فتبقى واجب القوميين جميعا موضوع الوحدة هو موضوع دائم في الحزب هو جزء من استراتيجيته وجزء من استراتيجيت عمل قيادته لذلك الأمر البديهي يكون يتطلع باتجاه إيجابي باتجاه وحدة الحزب السلطة والقوم الاجتماعي وكل أبناء الحزب في خضم بحر الدم الذي تغرق فيه المنطقة يبقى حزب سعادي متمسكا بوحدة المنطقة ورافضا لأي نوع من الفيدرالية أو التقسيم 45 عاما مرت على إنشاء معمل الجي الحراري وتأهيله بات حاجة ملحة على كافة الصعود أهلا بكم في معمل الجي الحراري كل شيء هنا لا يوحي بأننا في القرن الواحد والعشرون فبعد أكثر من 45 سنة على إنشائه يصح القول أن الدهر أكل عليه وشرب والدخان الأسود الذي ينفثه من حين إلى آخر يعكس مشاكله الفنية إضافة إلى ارتفاع كلفة تشغيله وقدرة إنتاجه المنخفضة يزيد الفيول أو يتقل كمية الهواء بيطلع دخان أسود هذه حواليس بتصير بكل معامل اللي بتشتعل على الفيول أويل إنما الفرق بينه بين الدول المتطورة أو الدول اللي عندها معامل حديثة إنه هن عندهم أجهزة تحكم مراقبة معمولة بشكل حديث بيقضوا يسيطروا على الدخان الأسود لو حصل حادث من هالنوع عندهم يدرين يسيطروا علىه بوقت أسرع لا يربط مدير الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان بين الدخان الأسود والتلوث الحاد ويوضح أن الدراسات التي أجريت تؤكد أن نسب الملوثات المنبعثة أقل من المعدلات العالمية كما أن التنسيق مع بلديات المنطقة قائم معروف أنه مشروع التأهيل بالوقت الحاضر استبدل بفكرة أنه نعمل معمل جديد مطح المعمل الأديم وقرار مجلس الوزراء لصدر مؤخرا عطى مجلس إما والعمار حق أنه يفتشوا على التمويل اللازم تفكيك المعمل القديم واستبداله بآخر عملية قد تحتاج نحو ثلاث سنوات لكن المحركات العكسية جاهزة لملء الفراغ في الإنتاج وتنتظر قرار مجلس الوزراء لمباشرة العمل المعمل الجديد لنبنى مؤخرا والبخرة لموجودة ممكن يعوده هذا الناس وإلى أن تبدأ أعمال التأهيل يبقى هذا المعمل إلى جانب معمل الزوق أبرز معلمين لأزمة الكهرباء في لبنان عشية اليوم العالمي لحماية السلاحف البحرية إنقاذ السلحفات على شاطئ رميلي تقرير نعيم برجاوي هي واحدة من بين آلاف السلاحف البحرية التي اختارت منذ آلاف السنين شواطئنا موطنا لها ولأن هوات العنف موجودون بحرا كما برا كادت السلحفات تنفق بين أيادهم نحن كجمعية جرين أريا الدولية وردنا اتصال بيقول أنه في سلحفة مريضة وتعبانة على شاطئ رميلي سلحفة تعرضت للضرب من كبل شخص هو طلع من الماء وحطت على الشاط وكان مبسوط يعني بعيد الشغلة أنه عم بعنفها وعن بعذبها وصارت العالم تتصور معها بعدين لو وصلت يعني للشخص اللي خبرني هون كانت السلحفة بحالة حرجة صارت نحن اتصلنا بالدفاع المدني فور ورود الاتصال إلنا قدمنا للإسعافات اللي لازمة وعطيناها ضوائل كهابات وخليناها عنا بالليل بلغنا عمنا مديريتنا والجهاز المختصة واجهنا عمنا الصبح فريق من وزارة الصراعة معهم دكتور بايتاري كشف عليها ووصف لها دواء الاتحابات لمدة خمسة أيام هذه الخمسة أيام حتضل لعنا هي الزلحفة نعطيها الدواء ونأملها أكلها لحتى يرجع يجي الدكتور يكشف عليها ويعطينا الأزم بإرجاعها على الماء أهمية السلحفة كل يوم بتخلصنا من حوالي 100 كيلو كل سلحفة بتخلصنا من حوالي 100 كيلو من أناديل البحر هي عامل نظافة بدون أجر في وقت تزداد الانتهاكات بحق البيئة والحيوانات في لبنان لا يزال هناك من يسهر على حماية هذه المخلوقات ودورها المهم في الحفاظ على التوازن البيئي السفير الروسي من بيت الكتائب العقوبات الأمريكية على حزب الله غير شرعية تباحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل مع السفير الروسي أليكسوندر زاسبيكين في بيت الكتائب المركزي في آخر المستجدات على الصاحة المحلية لا سيما استقالت وزراء الحزب من الحكومة اللبنانية وشدد السفير الروسي خلال اللقاء على تقدير روسيا للموقف المتوازن لحزب الكتائب وتوقف زاسبيكين عند العقوبات الأمريكية على حزب الله موقف روسيا بالنسبة لهذا الموضوع معروف أنه نحن الشائفين ظاهرة ما يسمى العقوبات هذه الظاهرة من انطلاقا من المبدأ الأساسي أنه أي إجراء المنتخص خارج نطاق الأمم المتحدة هذا إجراء الخير الشرعي فالتجربة التاريخ تدل على أنه مثل هذه الإجراءات دائما تؤدي إلى المأسات للناس هذه الإجراءات لا تستطيع أن تؤثر على نهج السياسي مثلا للطرف المستهدف ولكن ممكن يؤدي إلى المشاكل في البلد وإلى النتائج المعكسة حتى للأهداف المعلنة وتمنى السفير الروسي على الدولة اللبنانية أن تتمسك بسيادتها واستقلالها في وجه الظروف السياسية التي تمر بها مشددا على عدم تدخل روسيا في أي من القرارات التي اتخذها الدولة أو الأحزاب وزير الصحة يعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عن تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين لمراقبة الإنتاج الزراعي المحلي تم الاكتشاف أنه فيه 45 مبيت زراعي منهم تسعة سائل بيسموها شوائب هذه المبيدات مسببة للسرطان وهذه المبيدات مسببة للتشوهات الخلقية والتأثير بالحوامل بالتالي التأثير بالولادات بالموليد لناحية التشوهات الخلقية فيه لجنة اسمها لجنة المبيدات الزراعية اللي فيها ستة ممثلين لأصحاب الشركات للمستوردين يعني اللي مفترض أنه يتراقب عليه هو عبريق اللجنة يجب إعطي النظر فيها وأنا رأيي المطلق الصريح الواضح ما لازم يكون التجار فيها الانتاج اللبناني كمان أهلنا وولادنا وعائلاتنا لها حق علينا ولها دور بعملية الرقابة اللي ما كانتنا بتسير اللي هي دراسة رواسب المبيدات ضمن المعايير المسموح به أحييكم من جديد استهل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء وزير الخارجية جون كاري بحسب ما أعلن المتحدث باسم الوزارة جون كيربي فيما أعلن البيت الأبيض أن مصير اللقاء بين سلمان وأوباما غير محسوم لانشغالات الرئيس الداخلية وبحسب كيربي فقد التقى الأمير السعودي كاري في مقر إقامة الأخير في واشنطن حول مأدوبة إفطار بمناسبة رمضان حيث ناقشا العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية وأبرزها سوريا واليمن إضافة إلى ليبيا ومكافحة الإرهاب وتطرق إلى هجوم أورلندو وأعربا عن التزام بلديهما المشترك في مكافحة انتشار تطرف اعتداءات أورلندو تستهدف المثلية الجنسية وفرقة مشروع ليلة اللبنانية تجول في الولايات المتحدة مدافعة عنها غنت فرقة مشروع ليلة للتحرر والحرية للحب والجنس والمساواة ودعمت المثلية الجنسية منعت من الأداء في بعض البلدان كالأردن بسبب مواقفها هذه إلا أنها بقيت عليها وحملتها معها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليصادف وجودها هناك خلال اعتداءات أورلندو ما دفع المغني الأول في الفرقة حامد سنو إلى التصريح عبر وكالة رويترز أنه وجه عربي يجمع بين الإسلام من جهة والمثلية من جهة أخرى بعتد أن حامد سنو ومشروع ليلة وجودهم بهاللحظة بأمريكا رمزة ليقولوا نحن الإسلام ونحن العالم العربي ونحن الحضارة ونحن حتى فينا نعلمكم الحضارة ونحن ولا مضطرفين لبل نحن ضحية مرتين بصفتنا عرب ومسلمين وبصفتنا مع الحرية وبصفتنا إذا في حدا بيناتنا مثلي بصفتنا مثليين وبالتالي بيشكلوا رمز الدفاع عن الحرية والتسامح والانفتاح تضاربت الأقوال حول أسباب هذه الجريمة ففيما رأى البعض أن هذه الاعتداءات ليست موجهة مباشرة ضد المثلية الجنسية بل كان الهدف منها نشر الإرهاب أكد الأخصائيون في علم النفس الاجتماعي العكس هو حضر خطط وأخذ وقته لينفذ الجريمة اللي هي يعني بعلم الجريمة ممكن تطلع شوية على جريمة ضد جروب معين للناس بالتحديد أنه يفوت على هيدا الكلاب وينقى بالتحديد أنه يقتل أشخاص معينين عنده الميول جنسية معينة هيدا له علاقة بهو كمان كيف شايف حاله وكيف هو منخرج بهذا المجتمع المثليين نعم بشكل استفزاز للتكفيرة بصفتهم تجسيد أو تعبير عن شكل من أشكال الاختلاف في حين شرع زواج المثليين في إيرلندا وفرنسا والبرازيل في السنوات الأخيرة عادت يد الإرهاب والتزمت لتمتد في محاولة لإقصاء الاختلاف بأوجوهه كافة فكانت البداية من المثلية الجنسية لايال سعد قناة الجديد والآن إلى عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الخميس 16 حزيران والبداية مع النهار اختبارات ساخنة أمام الحكومة المتناقصة اليوم ملف الإنترنت إلى مرحلة متقدمة من التحقيق وفي النهار كاري للأسد وروسيا صبرنا ليس بلا حدود ألمانيا نفت إرسال قوات إلى شمال سوريا القضاء الأمريكي يرفض التساهل مع تهديدات للمسلمين بعد أورلندو ومن صحيفة النهار ننتقل إلى السفير أمن الدولة يفخخ الجلسة الحكومية اليوم فضيحة الإنترنت هل تتدحرج الرؤوس بعد الفطر؟ ريف حلب الجنوبي معارك بلا نهاية رهنان إقليمي ضد إيران وجهدي لحماية إدلب ونتابع معنوين السفير هليفي يشيد بالسعودية ويهدد لبنان في الحرب سنحوله إلى دولة لاجئين إلى صحيفة الأخبار وفي عنوينها اليوم ميقاتي أفضل الخسارة مع الحريري على الفوز عليه بري القانون الأمريكي يخرب لبنان المستقبل يتخلى عن حارس المغارة ومن صحيفة الأخبار ننتقل إلى عنوين الأنوار القضاء يتسلم معلومات نيابية عن فضيحة الإنترنت وفي الأنوار أيضا فرنسا تتوقع مزيدا من الاعتداءات الإرهابية غارات على حلب وإدلب أوقعت عشرات القتلة وننتقل إلى عنوين صحيفة الديار اليوم من هو جهاز الاستخبارات الخارجي الذي خطط للتفجير وزير دفاع عربي الصراع مع إيران عبثي والأفضل ضرب حزب الله بري لجليزر إذا لم تمشوا بما أقوله تخربون لبنان سلام غاضبا هل تدري القوى السياسية أي مخاطر تحدق بالبلاد كرير روسيا والأسد لصبرنا حدود والهدنة بالية الجيش يستعيد بلدتين في ريف حلب والمعارضة تقبل بالكردي شريكا إرهابيون يخططون لتفجيرات في فرنسا وبلجيكا أوراند يهدد بمنع التظاهرات وحماية الممتلكات وننتقل من الديار إلى عنوين المستقبل بلومبرغ الخناق المالي يشتد حول حزب الله وإيران لتمويله عدا ونقدا سليم للمصارف التفجير لا يغير التعاميم ونتابع مع صحيفة المستقبل السعودية تحضر من انهيار الوضع الإنساني في سوريا كاري روسيا والأسد لم يلتزما يوما واحدا الهدنة الأمير محمد بن سلمان يلتقي مدير السي آي آي وقادة في الكونغرس ومن صحيفة المستقبل ننتقل الآن إلى العنوين التي تصدرت صحيفة البناء اليمن نحو ضمانات متبادلة بين الحوثيين والسعودية والبحرين يعود للواجهة لفروف يحذر النيتو من التصعيد وكاري يعلن السعي لتجديد الهدنة وسطات لقواعد سلوك بين حزب الله ومصرف لبنان أبرزها الإبراهيم ومن صحيفة البناء ننتقل الآن إلى عنوين صحيفة اللواء سباق بين الصيف الحار وقانون الانتخاب الجديد الاستقالات أمام الحكومة والسجال الكتائبي العونية تصاعد وأمن الدولة في المأزق موسكو نشرت أكثر من 25 ألف جندي في سوريا كاري يحذر روسيا والأسد لصبرنا حدود ومن صحيفة اللواء ننتقل لنقرأ عنوين البلد اليوم جلسة مفخخة للحكومة وبر استقالة الكتائب قنبلة صوتية الممر لبناني إلى الجمهورية مطبط الحكومة وأمن الدولة والإنترنت وفي الجمهورية أيضا اللفلف ممنوعة إلى صحيفة الحياة تحرك عربي تقوده السعودية لإنهاء جرائم التجويع في سوريا بوتين يعرض معبان الهدنة ولوائح الإرهاب ونتابع مع الحياة محمد بن سلمان يلتقي في الكونغرس قيادات الديمقراطيين والجمهوريين بلجيكا وفرنسا هدفان رئيسان وتحذير من الخلايا المعقدة إرهابيون غدروا سوريا إلى أوروبا ونختم معناوين الشرق الأوسط محمد بن سلمان يعقد محادثات مع قادة الكونغرس في ثالث يوم من زيارته إلى الولايات المتحدة واشنطن السعودية تلعب دورا رائدا في حل الأزمة السورية خادم الحرمين يستقبل الدبلوماسيين والزياني اليمن توجه دولي لقطع تدفق الأموال على الحوثيين كان في عنابين النشرة خطيئة طبية غيرت حياة سوفي نحن خمس سنين لا قدر الله أعطانا سوفي أعطانا إياها كاملة نأخذ حق سوفي ولا شي بدينا بردلي حق سوفي لجنة الاتصالات كشفت الجريمة وتنتظر المحاسبة في ملاحقات قضائية رح تتنبي حق أشخاص متأخرة وصلت الهيئة العليا للإغاثة إلى موقع الانفجار يعني أدا حيعوده نجمال إدنه يعني مثل ما بيقول المتال يعني بحر لبنان ميناء الأوسخ بيروت امتدادا إلى المرفى، تبرجة، نهر إبراهيم إلى الأنظف هو الممتاز بمناطق التي تمتد من النقرة حتى صور ختم النشرة، شكرا للمتابعة نلتقي في موجز العاشرة والنصف